موسيقى وبين الأرقام عندنا الأولى إذن بين اللي هي عندنا إذن طول النابض اللي هو لما بدها تكون عندنا قوة تساوي صفر إذن ضل عندي ماله ثابت نمسك اللي هي القوة الأولى ونضمنا نقارنها لما إذن عندنا ساوت صفر بينها وبين عندي مالها الجهات الأخرى إذن لما بدها تكون عندنا القوة واحد والقوة إذن عندنا اثنين والقوة عندنا ثلاثة والقوة عندنا أربعة ننتقل لفكرة التالية بنعرف بالرغم من التجارب اللي صارت اللي أثبتت عندنا أن العلاقة بين القوة والاستطالة صحيحة ما دعم أن القوة المؤثرة في النابض لم تتجاوز قيمة معينة إذن طول ما عندنا القوة المؤثرة في النابض ما تجاوزت قوة معينة هاي رح نسميها إيش رح نسميها إذن عندي حد المرونة حد المرونة عندنا بيتضمن إيش حد المرونة بيتضمن عندنا له استعادة النابض شكله الأصلي بعد زوال القوة إذن حد المرونة هذا بيعني إنه أنا عند الجسم بدي قدر إذن الجسم يستعيد الشكلي الأصلي اللي كان فيه طيب تمام بعد زوال القوة اللي كانت مؤثرة فيه أما إذا تجاوزت القوة المؤثرة عندنا القوة المؤثرة عندي حد المرونة فإنها إذن عندي رح تصير فيها تشوهات أو عندنا رح يتغير كل شكلها بالنسبة للنابض وما رح يتمكن عندنا هنا من استعادة الشكل الأصلي بعد زوال القوة منعرف إنه بيستخدم النوابض في الحياة اليومية مثلاً عندنا بتدخل تماماً عندنا موجودة بعض النوابض في صناعة الألعاب الأطفال والأدوات الرياضية والسيارات وبتستخدم أيضاً عندي في صناعة أجهزة قياس الوزن مثل الشكل عندنا الموجود هنا في الأسفل الميزان النابض وعندنا التعليق تبعته نقطة التعليق وعندنا هون مؤشر الميزان وتدريج الميزان اللي وطبعاً يوصف في وحدة نيوتن وعندنا الجسم اللي رح يأثر في النابض لما بده يشده للأسفل ولهون بنكون وصلنا لنهاية درسنا ولنهاية الوحدة هل أتمنى؟ اشتركوا في القناة